مع تصاعد التكهنات بشأن صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الموجود في مستشفى بسويسرا منذ أكثر من عشرة أيام يبرز العسكر ويتصادرون المشهد الجزائري المتأزم رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح يوجه رسالة جديدة مضمونها أن المؤسسة العسكرية ستؤمن وصول بوتفليقة مجددا إلى السلطة عبر تعهده بحماية الانتخابات التي تطالب جهات متعددة بتأجيلها وترفض ترشح الرئيس فيها تصريحات المسؤول العسكري التي تبدو كتمهيد من الجيش لتصدر المشهد في البلاد تخالف التطورات الحاصلة على الساحة السياسية أطراف فاعلة أعلنت تخليها عن بوتفليقة آخرها كان المنظمة الوطنية للمجاهدين التي أعلنت بوضوح وقوفها إلى جانب الحراك بالتزامن مع مطالبة اتحاد المحامين الجزائريين برفض ترشح بوتفليقة نظرا لوجود موانع دستورية رسالة قايد صالح بدت كأنها مسعا لتثبيت النظام بقوله إن الجيش سيبقى ممسكا بزمام ومقاليد إرساء الأمن والاستقرار ليخفف لهجته فيما بعد برسالة أخرى يبين فيها أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بتمكين الشعب من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي بحرية مواقف الجيش دافعت أكثر من طرف سياسي وفاعل في الجزائر إلى توجيه رسائل له حيث اتهمه القائد البارز في ثورة تحرير الجزائر الأخضر بورقعة بالوقوف ضد خيار الشعب وطالبه برفع يده والاستجابة للحراك الشعبي كما أن حركة مجتمع السلم أيضا وجهت رسالة إلى قائد صالح حملت تحذيرا من العبث باستقرار النظام السياسي والابتعاد عن عقلية الوصاية على الديمقراطية وضع سياسي مختل وشعب غاضب وعسكر يريدون للبلاد أن تبقى مشلولة ليقلبوها كيف ما شاءوا كصاحب هذا الكرسي المتحرك ترجمة نانسي قنقر